روح للزمالك البعض بيقول من الزمالكوية اللي بيحصل مع الزمالك ده احنا شفناه قبل كده وان اللي حصل 2005 من انهيار حيحصل في 21 والبعض بيقول لا ده الدولة كلها وقفة في ظهر الزمالك ده عادين يجيبوا فلوس مش عارفين بيجيبواها منين ويريد تقول لانت مصدرها وبيدفعوا فلوس لعيبة ودفعوا اكتر من 500 الف دولار لفرجاني ساسي وعايز ال 500 التانيين قبل ما يجدد او يتناقش في الرحيل انت شايف فقف الزمالك ده الوقت طيب خلينا نقول انه الزمالكوية القلقانين من تكرار سيناريو 2005 اللي هو سيناريو معروف بتاع مجالس ادارات بتتعين ومجالس ادارات بترحل ومجالس ادارات بتفشل في استقدام لعبين كبار وغيرها من النقاط يعني ومش عالفين يدفعوا مستحقات هو القلق منه سيناريو منطقي قلق منطقي جدا قائم على انه فكرة انه في مجلس موجود الى حد بعيد كان قادر على انه يدفع مستحقات اللعيبة مع الوضع في اعتبار انه احيانا كان ما بيعرفش يعمل ده وكان بيسبب شوية مشاكل لكنه كان قادر الى حد كبير على انه يخلق خلا من الاستقرار فجأة رحيل المجلس مع بداية موسم قبل فترة انتقالات مع فترة قيد طبيعي جدا ان السيناريو اللي ذكرته حضرتك بتاع تنو خمسة ده يجي في بال كل الزمل بس خد بالك لكن هل انا اسف طب ما هي الفلوس اللي ما ادفعتش دي كلها بتاع اللعيبة اللي حطت الادارة الجديدة في هذا الوضع كانت من مجلس الادارة السابق ما هياش وليدة هذه الايام متفق معك وده بيخليني اتساءل وما كانوا سكتين ليه الفترة اللي فاتت ودلوقتي بس بيتكلموا وده بيخلينا تساءل زي ما ذكرت حضرتك انه الدولة اللي هي ممثلة في وزارة الشباب برياضة اللي قالت ان احنا بنحمي كيان نادي الزمالك هل هي وقت اتخاذ القرار بتاع اللي هو يقاف مجلس ادارة نادي الزمالك كان عندها علم بالمستحقات الكتيرة اللي عند اللعيبة بما انها وعدت بان ما بيش اي مشاكل هتحصل بيخلينا نسأل كمان السؤال التالت انه هل الادارة الحالية سواء كانت من خلال قدرتها هي على ايجاد موارد لنادي الزمالك هتعرف توفر الفلوس دي اللي تدفع بيها الفلوس بتاعت اللعيبة عشان تحافظ على الاقل على القوامل اللي موجود دلوقتي بعدين هتبقى تبص على اضافات ممكن تحصل لانه المجلس اللي فات برضو ميشي وهو سايب الزمالك من غير صفقات يا صفقة حمزة المثلوثي اللي شارك النهاردة الاول مرة من شوية وقدام امتي وبعدين قوة تلات لعيبين بس تعايدين من الاعارة لكن لم تكتمل وبالتالي سؤال يوجه للاتنين اللي جي ماكملش واللي ميشي وميشي من غير ما يكمل لكن القلق الزمالكاوي على مستوى المشجعين طبيعي واعتقد ان دور الدولة هو ان هي دايما تبقى مأكدة مدام بتقول بالتصريحات على مستوى يعني وزير الشباب ورياضا ان هو مع كيان نادي الزمالك لحمايته امر مهم ادارة الزمالك الحالية دورها مهم جدا في نية توجد موارد وقد تكون الى حد بعيد امبارح واول ان هي دفعت مستحقات بعض اللاعبين دا امر ايجابي ولكن يبقى الدور الاهم بقى والاهم على المجلس المنتخب اللي المفروض ييجي في الصيف اللي جاي اللي مهمته مش هتكون سهلة وهي الحفاظ على القوام ودعم اللاعبين والحفاظ على المستحقات وبالتالي حصد البطولات اللي الزمالكوية اكيد من اهم اسباب زعلهم فقدانها بنهاية الموسم اللي فاتت نعم الزمالك مخادش بطولات السنة اللي فاتت هي كانت بطولات سابقة للسنة اللي قابليها كانت بطولة كاس السوبر للسنة اللي قابليها وكانت كاس السوبر المحلي للسنة اللي قابليها عشرين طلعوا خليين الوفاة تماما للأسف نادي كبير يعني